اهلا وسهلا زا حضراتكو عاملين ايه كله تمام طبعا احنا النهاردة هنبدأ بالكلام في حاجة كنت عايزة تكلم فيها امبارح وما تكلمتش كنت عايزة تكلم فيها اول امبارح برضو وما تكلمتش وحاجة دايما انا ببقى مهتم بيها وبتبقى بالنسبة لي كده عاملة زي مقطوعة الموسيقى الا وهي شروح لو صح التعبير بس طبعا مش شروح اريستو يعني لكن هي شروح في الاقتصاد لو صح الكلام شوف انا وانت وغيرا من المواطنين اول حاجة لما نجي نقول تجي تسألني مثلا نقول تقولي ايه انت عايزين البلد فهروح اقول لك انا عايز ايه غير لقمة العيش عايزين ناكل كويس نشرب كويس داخل عالم مدرسة نجيب لهم لبس كويس نسكن في حتة كويسة الى اخير ودحقك مية في المية ماشي الكلام طيب وهتيجي تقولي يا سلام كده لما الاسعار تنزل وتتضبط عشان الحياة تبقى اسهل هقولك برضو هو حقك مية في المية ومين قالك ان ده مش من حقك ومين قالك انه كمان الدولة طول الوقت مش بتسعى انه ده يحصل انا اتذكر كويس انه كان من حوالي شهرين تقريبا اه اظن شهرين في العاصمة الادارية الجديدة والرئيس قال انا لو في ايدي ادي المصريين في الشهر بالتلاتين الف جنيه انا بحاول كويس طيب بنحاول دي يعني ايه انت لازم تبقى فاهم يعني ايه الدولة رئيس الدولة اجهزة الدولة مؤسسات حكومة بوزارتها بتحاول بس علشان تقدر تحقق الاحلام البسيطة الرائعة الجميلة المقبولة اللي انت عايزها واللي هي عادية خالص اللي متعلقة بالاكل والشرب واللبس والمدرسة والسكن والحياة تبقى هادية ولطيفة وظريفة لازم تحلم بس شوية بالمستقبل لانه لو انت ما شفتش المستقبل قدامك واضح هينقطع عندك هذا الحلم انت ازاي تحلم وانت ما فيش قدامك معطيات طيب مش عايزين فلسفة بمنطقة البساطة انت بتشوف يوماتي على تيك توك وبتشوف يوماتي شوية بوستات بتنزل على فيسبوك وبتشوف يوماتي شوية تغريدات بتنزل على تويتر متعلقة بالوضع الاقتصادي الصعب الشديد اللي في مصر ومصر وقعت واللي اقتصاد نهار والحق يا رجالة شوف الوضع صعب اه مصر وقعت لا الحق يا رجالة لا مش حاجة اسمها كده يجي يقولك انظروا الى القروض طيب ممكن قبل ما نيجي نتكلم في قصة القروض وقبل ما عمل لكم شروح ارستو في الاقتصاد او شروح يوسف في الاقتصاد اللي نشرها بالتحديد المركز الاعلامي ليس اجتهادا مني غير ان انا هبسط قدر الامكان لكن ده اللي عايز اقوله لك واحد علشان نقول الدين العام ونعرف ايه الدين الخارجي وايه الدين الدخلي ويعني ايه الركود الاقتصادي ويعني ايه الركود التضخمي لازم نبقى احنا الاول فاهمين انه كل دول العالم مديونة كل دول العالم دون استثناء هيجي واحد يقولك ايه مش زينا هاجي اقوله بمنتهى البساطة هو انت عارف حجم الدين بتاع فرنسا بالمقارنة بالنتج القومي الاجمالي قد ايه يعني ما يتوجب سداده من اصل زائد خدمة قد ايه اكتر من 85% ومن سنتين كان تقريبا 104% ده بالمناسبة يعني امريكا 98% دي حدوتة تانية خالص وامريكا بالمناسبة اكبر دولة مدينة على مستوى العالم يعني بس مش دي القص اللي انا عايز اقولهولك انه مسألة الدين الكبير ده عمره ما بيبقى مشكلة غير في حالة القدرة على السداد او لقدر الله عدم القدرة على السداد طيب يعني ايه عدم القدرة على السداد يعني ما عندكش نمو فييجي هنا السؤال عندك نمو ولا ما عندكش ففترة الكورونا حققت نموه 3.18 فانت كنت الاقتصاد الاعلى نمو في الشرق الاوسط وشمال افريقي التوقعات الجديدة ان انت هتحقق نموه تقريبا من 5 ال 5 و 5 من 10 طيب السؤال هو التوقعات دي توقعات مين دي توقعات البنك الدولي وايكونوميست وغيرهم على السنة دي فيه ظل الازمة الراهنة اللي برضو ما الناس زنب فيها على الاطلاق اللي هي ايه الحرب الاوكرانية الروسية يعني احنا حتى في ظل هذه الحرب هنقدر نحقق معدل النموه ده هقولك والله البنك الدولي بيقول كده احنا بنقول كده اه طبعا احنا بنقول كده احنا اللي شايفين قدامنا الاوراق احنا اللي مين اللي هو احنا مصر الدولة بشكل عام بمؤسساتها المختلف طب البنك الدولي مثلا احنا رشيينه دفعين له عشان يقول الكلمتين دول ودفعين للإيكونومست ودفعين لفتش اكيد لا يعني كيفين مننا برضو اكيد لا بالعقل كده تعال وحدة وحدة هنشوف مع بعض الموضوع اللي جايبه لنا المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ونحاول نشرحه بالراحة شوف هو معنون باسم رسائل دولية ومطمئنة تعكس صلابة الاقتصاد المصري وتشيد بتعامل مصر مع الازمة طيب رؤية البنك الدولي خد بالك البنك الدولي مش الصندوق يعني مش صندوق النقد انا هنا بكلمك الاول على رؤية البنك الدولي وهجيلك على صندوق النقد بعدين وهجيلك على الإيكونومست بعدين وهجيلك على فتش بعدين طيب رؤية البنك الدولي لتعامل مصر مع الازمة اول حاجة بيقولها البنك الدولي ايه بيقول يواجه العالم ما قالش يواجه مصر العالم تدعيات وتحديات اقتصادية غير مسبوقة مع دخول جائحة كورونا لعامها الثالث يبقى أنا عندي أزمة كورونا وطبعاً اتحط فوقها ونشوب الأزمة الروسية الأوكرانية يبقى أنا عندي الأزمة بتاعة الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها الكورونا وتحط فوقها الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفعت معاها معدلات التضخم في العالم وأسعار الطاقة والغذاء في العالم إلى مستويات تاريخي طيب بيقول إيه تاني؟ بيقول مصر بقى اتخذت عدة إجراءات لمواجهة آثار الأزمة يعني مصر عملت مجموعة من الخطوات والإجراءات علشان تقف قدام هذه الأزمات اللي هي الأزمة الاقتصادية بتاعة كورونا واللي هي الأزمة الاقتصادية بتاعة الحرب الروسية الأوكرانية على رأسها إيه؟ تقديم حزم تمويلية ده كلام البنك الدولي للتخفيف من ارتفاع الأسعار يعني الدولة مصر خادت مجموعة من الإجراءات والخطوات اللي تخفف حدة ارتفاع الأسعار على المواطنين طيب عملت إيه؟ البنك الدولي بيؤكد زيادة الأجور والمعاشات طيب ثلاثة بعض القطاعات وهنا بقى ده اللي بيقولك فيه على كفاءة الاقتصاد المصري ماشي إزاي؟ بعض القطاعات وإحنا هنا قمنا وإحنا بنقولك سواء ذلك من المركز الإعليم مجلس الوزراء أو برنامج التاسع أو الفقير إلى ربه تعالى يوسف بعض القطاعات ما بيقولكش كل القطاعات آخذة في التعافي زي إيه؟ قطاع استخراج الغاز ده على سبيل مثال قناة السويس على سبيل مثال آخر وبيقول وبيواصل قطاع الاتصالات والبناء اللي اتنين دول اتصالات والبناء والتشييد دورهم كمساهمين مهمين في تحقيق النمو بالمناسبة قطاع البناء ده تحديدا عشان بس تبقى فاهم ده تقريبا يساوي 20% من الناتج القومي بتاعنا عرفت ليه؟ احنا شدين حلنا في قطاع البناء عشان بس اللي بيسأل هو احنا بنبني ليه؟ بنبني علشان ده 20% من الناتج القومي الإجمالي بتاعنا بنبني ليه؟ لأنه قطاع بيشغل ناس كتير بنبني ليه لأنه بيشغل قطاعات كتير عامل زي اللي كنت بنسميها في الاقتصاد زمان كده وإحنا في الجامعة أو القاطرة الاقتصادية ده نوع من القطاعات الاقتصادية اللي زي القاطرة بيسحب له قدام وورا مجموعة من القطاعات طيب أربعة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية أمر هام لخلق فرص عامة الجديدة وتحسين مستويات المعيش طب يعني إيه؟ يعني خطوات الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد المصري اللي بدأت من 2014 15-16 على التوالي هي تلقى تلقى إعجاب ومش بس قبول بل وإعجاب من البنك الدولي وبيقول كملوا في السكة دي عشان تعرفوا تعبدوا تعال نشوف اللي بعدها طيب رؤية البنك بقى في التعامل مع الأزمة فبيقول إيه؟ إنه رغم تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية توقعات معدل نمو الاقتصاد المصري لا تزال إيجابية ده بالمناسبة هو الرد الواضح الذي لا يقبل شكا ولا تأويل على أي حد بيقولك إيه؟ والاقتصاد المصري وقع والنبي والنبي بلاش فتي في اللي ما بنعرفوش اللي ما يعرفش اقتصاد ما يتكلمش فيه أبو سئديكو مش لازم نفتي في كل حاجة خلي اللي فاهم يقول البنك الدولي أكيد فاهم أكتر مني ومن حضرتك أكيد شغلته هيعمل إيه طيب؟ يشتغل كوروشيال بنك الدولي؟ توقعات معدل نمو الاقتصاد المصري لا تزال إيجابية مقارنة بتوقعات ما قبل الأزمة وضع الإيجابي أفضل مما كان عليه حتى قبل الأزمة حلو طيب توقعات معدل نمو للعام المالي 21-22 بص 5% 5.5% 5.5% ده للتلات أرباع أو الكورترز اللي جاية التلاتة اللي فضل لنا يعني إحنا دلوقتي خلصنا شهر أربعة فإحنا خلصنا أول ربع سنة هو صحي كده؟ طيب لا 21-22 إحنا كده خلصنا تقريبا نصين فعندنا 5% فضل لنا ربع وربع تانيين 5.5% يعني إحنا بإذن الله هنكمل بمعدل 5.5% لحد نهاية العام المالي يعني في 31 سأسف نهاية 30 نهاية 6 20-22 تعال نشوف من المتوقع أنه تحقق البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة إحنا بنستورد نفط وبنصدر غاز فرق ما بين الحاجتين فبيقول إيه بقى؟ بيقول أن البلدان اللي بتستورد النفط في المنطقة يعني زي حالتنا هنحقق نمو بنسبة 4% ده كده المتوسط العام للنمو للبلدان مش لمصر البنك كان واضح بالنسبة لمصر أنت 5.5% لسنة 20-22 وهو ما يعزز النمو القوي المتوقع اللي بتحققه مصر فما تجيش تقول لي الحكومة تعبان الحكومة مش تعبان الحكومة بتشتغل فيجي السؤال إنت عاوز تشوف الشغل اللي تمال الحكومة ولا مش عاوز تشوف دي بقى قصة تانية مش عاوز ده موضوع تاني طيب نحط كده الكلام ده على جنب ونبقى نتناقش فيه طيب مع تأثيرات المتوالية للأزمة من المتوقع أنه ينخفض معدل النمو الاقتصادي المصري لـ 5% يعني بدل 5.5 نرجع تاني لـ 5% بس إمتى؟ 22-23 ده تاني بسبب تداعيات أزمتين كورونا وروسيا أوكرانيا ولكن سيظل أعلى معدل نمو بين أكبر اقتصادات المنطقة يا حلاوة يعنينا برغم كورونا 3 سنين والأزمة الروسية الأوكرانية اللي ضربت العالم على مستوية أسعار الطاقة والغزاء وتضخم وركود تضخمي زي اللي حصل في أمريكا غير مسبوق الأمريكان ما شفوهوش وما سمعوش عنه قبل كده برضو هتبقى أعلى معدل نمو بين أكبر اقتصادات المنطقة ثلاثة وضعت الزيادة الأخيرة بالنشاط الاقتصادي مصر يعني الزيادات اللي حصلت دي حطت مصر على المصار الصحيح الزيادة اللي في الايه؟ في معدل النمو على المصار الصحيح لتحقيق نمو يصل لـ 5.5% 21-22 زي ما كنا بنقول طيب الجهود المتضفرة الجهود المجمعة الجهود اللي حصلت دي كل الخطوات والإجراءات اللي كانت بتحصل من سنة 2016 زائد التدابير المتخزة من وقت ما بدأت الجائحة بتاعة كورونا دي في 2020 وتوفير الدعم للقطاعات ده بقى بتدعم قطاعات زي ما بتعمل مثلا مبادرات من المركزي بتعمل مبادرات من وزارة الصناعة بتعمل مبادرات من كذا إلى آخره ده اللي خلى البلاد ده كلام البنك الدولي خلى البلاد اللي هي مصر هنا تتمكن من وجهة الجائحة بمرونة أقول أنت صحيح لما العالم كله كان بيقع اقتصاديا وفيه اقتصاديات في العالم بقت تحت الصفر واقتصاديات صفر واقتصاديات واحد في المية أقول أنت تلاتة وستة من عشر بس زي بدأ مش بتويتر وفيسبوك وتيك توك خالص مش بالفتي خالص مش بالتسخين خالص طيب خمسة نفذت مصر عدة إصلاحات لتحقيق الاقتصادي استقرار في الاقتصاد استقرار طيب كمان اتخاذ خطوات لتعزيز إدارة ملف الدين مش أنا كنت بكلمكم عن الدين من شوية حلو قوي وتعزيز بيئة الأعمال وإصلاح قطاع الطاقة يعني إيه إحنا اشتغلنا على تعزيز إدارة ملف الدين يعني في بعض الخطوات اللي إحنا بنتخذها من شأنها إنها ترحل الدين لقدام كويس وبالتالي أنا أقدر أخفف من أو أخفف على الموازنة العامة شوية طيب يجي واحد يجي يقولك إيه وهذا سوف يجنيه الأبناء والأحفاد واللازي منه لا ده مش هيجنيه الأبناء والأحفاد واللازي منه لأن أنت دلوقتي بترحل ده الأدام عشان تعزز نمو القطاعات الصناعية والإنتاجية بتاعتك فتبقى القطاعات الصناعية والإنتاجية بتاعتك دي قاعدة عمالة بتشتغل وبالتالي تغطي لك نسبة لا بأسة بها من الاحتياج المحلي وبعدين يبقى فيه عندك قطاعات أخرى بتشتغل على التصدير ده يعمل إيه يعمل حاجتين واحد منهم إنه يجيب لك فلوس فيبقى عندك قدرة أعلى أنت كده كده عندك قدرة كويق محترمة على السداد قدرة أعلى على سداد الدين وبالتالي ليس هذا ما سوف يجنيه الأبناء والأحفاد واللازي منه ولا حاجة هو أنت برضو اللي هتدفع بس بزكاء وعندك فعالية أكتر على الدفع زي بالظبط كده مرتبك زاد بالبلدي يعني مصر بتشتغل على إنه المرتب يزيد بتاع مصر بتاع مصر النتج القومي الإجمالي بتاع مصر يزيد ميزانها التجاري يبدأ يتعدل إحنا طول الوقت عندنا الواردات أعلى من الصادرات إحنا بنعمل إيه؟ بنحاول نزود الصادرات أزود أزود هيجي في مرحلة هنبقى زي بعض ممكن تيجي مرحلة تانية يبقى الصادرات بتاعتي أعلى يبقى المزيكة كلها طيب يبقى أنا برحل الدين شوية لقدام أعزز القطاعات الإنتاجية والصناعية بتاعتي أزود الفلوس اللي دخلالي يبقى أسدد أجزاء ضخمة جدا من الديون بتاعتي بفعالية أكبر وأقوى ومن ناحية تانية برفع معدلات النموة تعالى على البعض نمرة ثلاثة أيوة طيب الصندوق بقى صندوق النقد الدولي ومديرته العامة كريستالينا جورجيفا بيقولوا إيه؟ الأول هناخد الصندوق نفسه وبعدين ناخد التستموني أو الشهادة بتاعة كريستالينا جورجيفا الصندوق بيقول مثلت الأزمة في أوكرانيا تحديات كبيرة لجميع دول العالم فاللي ييجي دلوقتي ويقولك أنه لا الأزمة مش أوكرانيا ومش روسيا ومش الكورونا ده هو الاقتصاد المصري وحش اضربوا على بقه على طول بالله بتكلم جدا اضربوا عملوا كده قولوا بس انت تاك وتأخذتوا على بقه كده طيب لجميع دول العالم بما فيها مصر وده طبيعي أصلاحنا مش قاعدين في زوحة يعني احنا لسه على هذا الكوكب لماذا فرضته من تداعيات سريعة التغيير مثلت حالة من عدم اليقين في العالم كله يا راجل ده الألمان مش قاعدين على بعضهم ألمانيا رابع اقتصاد على العالم أول اقتصاد على أوروبا مش قاعدين على بعضهم أمريكا حالتها كرب كرب وده على مسئوليته كرب ومن البنك الفيدرالي الأمريكي يجتمع ست مرات الاجتماع جايب الموزف شهر خمسة قاعد بيشد في شعره عشان يعالج الركود التضخمي اللي عنده بالمناسبة ركود التضخمي ده معناها أنه أزم اقتصادية متعلقة بارتفاعات نسب البطالة وزيادات في الأسعار حالة سيئة جدا اللي بيمر بين اقتصاد الأمريكي بالمناسبة طيب هل احنا نفرح بحاجة زي كده لا اطلاقها لأن الاقتصاد الأمريكي بحكم حجمه الضخم جدا بيؤثر على العالم نحنا عايزينه يتعدل المهم اتخاذ مصر مجموعة من التدابير والسياسات الاقتصادية من شأنها الحفاظ على آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط فتتفق رؤية الصندوق هنا مع رؤية البنك الدولي في فكرة التدابير الاقتصادية والسياسات الاقتصادية اللي بتحافظ على معدلات النمو مش بس كده وعلى آفاق لهذا النمو يعني استمرارية في النمو مش استقراره خلاص طيب الاجراءات المتخزة ده برضو رؤية هنا الصندوق يتفق فيها مع البنك الدولي توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وضمان مرونة سعر الصرف دي خطوات الصندوق بيرحب بيها جدا على حسب تعبيره لانها تمتص الصدمات الخارجية في خلال هذه الاوقات المضطربة اللي بيمر بيها العالم الحاجة الرابعة اللي بيتكلم فيها في رؤيته الصندوق بيقول لسه فيه احتياج لاستمرار السياسات المالية والنقدية الحكيمة يعني يصف السياسة النقدية والمالية المصرية بانها سياسة حكيمة وبيقولك كمل في السياسة الحكيمة كمل زي ما انت لمواصلة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ برنامج يدعم النمو المستدام والتشغيل المستمر يعني من الاخر البنك بيقولك كمل كده علشان تضمن انك انت تقلل من معدلات البطالة ترفع من معدلات خلق فرص العمل وبالتالي نمو مستمر بإذن الله كريستالينا جورجيفا بقى بتقول ايه بتقول اود ان ارحب باستجابة مصر السريعة واخد بالك دمان كان يقولولنا انه القرار اللي ما يتخدش في معاده يبقى قرار فاشل لازم تاخد القرار في معاده يطلع القرار ده بقى قدام يطلع دلوقتي يزم تاخده في معاده مصر لو كانت تبطئت في اتخاذ قرارات اقتصادية احنا كنا وقعنا وقعة للركب ولا بلاش للركب دي مش حلوة بحبهاش بتوذكرني بزمن لا احبه على الاطلاق كنا وقعنا وحشة فبتقول اود ان ارحب باستجابة مصر السريعة ده القرار او القرارات والخطوات الاقتصادية اللي خديتها من مصر فورا لتفادي تأثيرات الازمة السلبية على ميزان المدفوعات ده واحد وارتفاع اسعار اغلب المواد الغذائية يعني لو ما كناش اتصرفنا بسرعة ما كناش لحقنا الاسعار هتجي تقول لي ما الاسعار لسه غالية يا عم يوسف قولك ايوة فانت غالية انا ما اقولكش لا هنجذب هي الاسعار غالية لكن لما كناش خدنا الاجراءات اللي حصلت الشهر اللي فات ده او في بداية هذا الشهر يعني قبل رمضان على طول كانت الاسعار بقت اكتر من كده تقريبا 25% اكتر من الوضع الحالي ده ده بجد مش الظهر طيب وبتقول كريستالينا جورجيفا ايه بتقول نوده ان نرى مصر تحمي ما حققته خلال السنوات الاخيرة من تكوين احتياطيات كافية من النقد الاجنبي ومنح الثقة للمستثمرين يعني مصر تحفظ على احتياط النقد الاجنبي بتاعه طبعا يعني يا بختنا لو انه قدرنا نزود احتياطيات النقد الاجنبي بتاعتنا اكتر من كده وده ليه طرقه يعني جزء من الطرق ده هو تحوالات المصرين بالخارج قطعا لا ريبة فيه خالص لازم فهتلاقي ان احنا مثلا بنطرح حاجات زي بيت الوطن وما الى ذلك ايوة جماعة مصر اولى بفلوس اولادها واولادها اولى باستثمراتها ده بمنطقة البساطة فدي طريقة الطريقة التانية هي دعم مقطع السياحة لانه كل ده بيدخلك فلوس كتير بسرعة الطريقة التالتة واللي بنشتغل عليها دلوقتي ولو تلاحظ القرارات اللي بتتخذ خلال الكام يوم اللي فاتوا هي دعم القطاعات الصناعية والانتاجية المصرية ده اللي يعمل ايه يقل الحجم انفاقك من العملات الصعبة ويزود حجم استقبالك للدولار عن طريق الصادرات فبدقول ايه من تكوين احتياطيات كافية من النقد الاجنبي ومنح الثقة للمستثمرين خبالك ان احنا لما جينا جزء من التدابير الاقتصادية اللي اتقالك يتقالك والله بخصوص الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية فأي غرامات عليها تتشال وهنشيل الضريبة الدولة هتتحملها تحديدا الدولة معلش ان اقولك تاني الدولة هتتحمل الضريبة العقارية عن منشآت الصناعية سواء اذا كانت الحالية او اللي تحت الانشاء لمدة ثلاث سنين انا كده بشجع المستثمر خش اشتغل وانا شايل جزء من الحمل ده من عليك طيب وقد تأثرت مصر سلبا رغم الاصلاحات بالازمة الروسية الاوكرانية يعني لو ما كانش فيه ازمة روسية اوكرانية اكيد كان الوضع يبقى افضل من كده مفيش خلاف لاعتمادها على الواردات من هتين الدولتين الا انها اتخدت اجراءات مناسبة للحد من تلك الضغوطات الخارجية ده كريم ده كريم ده كلام كريستالينا جورجيفا خلينا ناخد سلايد الاخيرة مهمة خالص بص بقى ادي فتش سولوشنز ادي ايكونوميست ادي جولدمان ساكس تعال نشوف فتش بتقول ايه فتش بتقول الازمة الروسية الاوكرانية من شأنها ان تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية يعني ترفع من معادلات التضخم على مستوى العالم والتأثير على تدفقات التجارة العالمية لكن نعتقد ان استجابة مصر السريعة على تلك التداعيات تبشر بالخير لمستقبل الاقتصاد المصري ده فتش سولوشنز ودي مؤسسة من الصغيرة على الاطلاق مؤسسة كبيرة ومحترمة رغم التأثيرات السلبية للازمة على اسعار الطاقة والغزاء على مستوى دول المنطقة تعتبر مصر على مستوى دول المنطقة يعني الشرق الاوسط شمال افريقيا قررتنا الافريقية بالكامل على مستوى دول المنطقة تعتبر مصر دولة متميزة وسط هذه الاقتصادات لما لديها من عجز ضئيل جدا بالميزان التجاري البترولي لانه جزء من الازمة هو ارتفاع اسعار الطاقة فلانه انت عندك قدر على انتاج الطاقة فالعجز في الميزان التجاري البترولي تاعك ضئيل جدا فبع ابعد عنك الازمة قدر الامكان تعالوا نشوف الايكونوميست اكبر مجلة اقتصادية في العالم بتقول ايه اكبر مش من اكبر بتقول الاتي البعد الاول للازمة الاوكرانية والاكثر تأثيرا على مصر هو اسعار القمح المرتفعة والتي تستدعي زيادة الانفاق على الواردات الا ان بعدا اخر للازمة هو ارتفاع اسعار الطاقة بصورة كبيرة وانتو عارفين اسعار البترول بقت عاملة زي في العالم طيب مما سيؤدي لزيادة عائدات صادرات الغاز المصري والتي من المحتمل ان تفوق تكاليف استيراد الامح فكريم لما كان الرئيس عمل الاتفاقات الجديدة المتعلقة بكشفات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط وفكرين لما الرئيس اشتغل على شرق المتوسط بمنتهى الجسارة والزكاء مع بعض وفكرين لما رعاع الاخوان قعدوا يسخروا من هذا الموضوع ثم شككوا فيه ثم ادانوا هذه الخطوات وقالوا انها حرث في البحر بالتعبير وقالوا بالزبط هو كده بيحرط في البحر ومش هيسمحوا له ومين اللي يقدر فمصر طلعت حقل زهر وغيره ومش بس في منطقة شرق المتوسط وتستمر الكشفات ولما تعاملت مجمعات تسييل الغاز والرئيس قال احنا جبنا جون وناس شككت في الجون الجونة هو واحد انت اصبحت منتج للطاقة اتنين بقى عندك اكتفاء ذاتي تلاتة بقيت مصدر اربعة هذا التصدير وهذا التسييل ادى الى ايه ان انت هيبقى فيه عندك زخم من الوارداء من الصدرات الدولارية دخلك دولار يعوض جزء ان لم يتفوق على طبقا للايكانوميست اكبر مجلة اقتصادية في العالم ان لم يتفوق على حجم الفلوس اللي احنا هندفعها علشان نجيب بيها احتياجاتنا ان فضلا من الامح طبعا نهينا عن انه الدول الكبير اللي لعبته زيادة الرقعة الزراعية ومجمعات التخزين بتاعة الامح خلال الاربع او الخمس سنين اللي فاتوا كمان كويس طيب يبقى اللي اتعامل بخصوص الامح واللي اتعامل بخصوص الغاز وقال لك ان رحنا في الكلاموزيا ويش عرفته ليه فعلا مصر جابت جول اوكي جولدمن ساكس بتقول رفع سعر الفايدة هيكله انعكاسات ايجابية قوية على الاقتصاد المصري وهيزيد من جاذبية السوق المصرية امام المستثمرين الدوليين دي هشرحها لك في دقيقتين احنا قبل تده لو تفتكروا اتكلمنا على قاعدل بس اللي مغلبانا دي اتكلمنا على حاجة يسمع الهوت ماني ايه هو الهوت ماني من الاخر هو اللي استثمر في الدين يعني ييجي مؤسسات او افراد الاخي 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 ويشتروا الديون يعني ايه بيشتروا الديون يعني احنا بمستلف منهم بالحاجات اللي بسميها السندات يعني السندات الحكومية تبقى بقى اجل ثلاثة شهر ستة شهر سنة بالمناسبة هي ممكن توصل لحد داربعين سنة في بعض الدول الى اخير طيب الفلوس دي كانت الناس بتيجي تشتري السندات دي واحنا بعد كده يعني مثلا مثلا لو السند افترضنا انه بألف دولار فانت ما بتدفعش فيه ألف انت بتدفع فيه مثلا تسعمائة وخمسين لما بتيجي تسترد السند ده في نهاية مدته بتسترد الألف على بعض يبقى الخمسين دولار دي هي أرباحك مثلا طيب فاللي حصل انه لما البنك الفيدرالي الامريكي رفع معدلات الفيدة عنده ايه اللي حصل الهوت ماني ده اللي هو الاستثمارات في الدين دي خدت بعضها وجريت بسرعة على أمريكا ليه لسببين ما لهمش تالت يعني بيش داعلي الافتكاس واحد هو معدل الفيدة المرتفع طيب اتنين هو انه الاقتصاد الأمريكي بالتأكيد أكبر من الاقتصاد المصري مش بس الاقتصاد المصري هو أكبر من الاقتصاديات النشئة يعني مصر واللي شبهها فالأزمة دي يتعرض لها مصر واللي شبهها فيهرب الهوت ماني ده او الاموال الساخنة دي وتروح على السوق الامريكي يبدأوا يستثمروا في الدين اللي هناك حلو عشان الفيدة عالية وعشان الاقتصاد ده أكبر وأقوى حلو قوي طيب وبالتالي احنا بيحصل ايه هنا بنفقد هذه الاستثمارات تروح جاية مصر عاملة ايه رفع معدل الفيدة عنده فيحصل ايه تعمل عملية اعادة جذب ولو جزئي بس تعمل اعادة جذب يفضل لنا هنا الاجراءات المهمة اللي بتتخذ يمكن خلال الايام اللي فاتت واللي الرئيس بصراحة بيتكلم عليها بقاله اكتر من سنة لو تفتكروا هو بيتكلم مع الدكتور مصطفى مدبولي قال له ايه قال له انا عايز نوصل بالصادرات المصرية نتخطى حاجز الميت مليار دولار سنوي يعني مصر بتاخد اجراءات لزيادة الصادرات طب والصادرات تيجي منين يا يوسف من الانتاج والانتاج ييجي منين يا يوسف من المصانع فرص العمل انتاج وهكذا ده منطق البساط اذا ردا على هو احنا بنعمل ايه بالفلوس اللي احنا بنشتغل بيها وبننتجها يعني عمليا انتجنا ناتجنا القومي او ما نقترضه من الخارج او ما نقترضه من الداخل بنعمل كده بنوسع مساحات رقع الزراعية بنستسمع مش ما بنستسمعش احنا ماخدناش الفلوس جي بنقبص اسهل حاجة كنا نعمل على قديمه الفلوس تيجي تجيب بيها شاي وسكر وشوية زيت وتفرح الناس وميت فل واربعتاشر والفلوس تيجي وتدعم بيها البنزين والفلوس تيجي وتدعم بيها الاحتياط المركزي علشان تغش في سعر العملة فيقول لك أصل الدولار بخمسة جنيه ونص وهو عمره ما كان بخمسة جنيه ونص بالمناسبة ما حصلش كذب تدليس غش دي كانت فلوسك يا حبيبي والله العظيم طيب عمليا اللي بيجرى دلوقتي اللي أنت خدت الفلوس دي بتستثمر فيها أنك أنت قاعد عمل بالدعم القطعات الصناعية والإنتاجية طول الوقت سواء إذا كان على مستوى الانتاج الزراعي أو انتاج صناعي أو انتاج حيواني إلخ إلخ إنتاج المواد الغذائية إنتاج غير المواد الغذائية وهكذا فأنت قاعد عمل بالدعم ده ومن المبادرات الأمن المركزي اللي بتطلع لك بخمسة في المية ومش عارفين بتجي لك منين يعني عشان أساعدك تشتغل وتشغل الناس تكسب والبالد تكسب ده اللي بيحصل دلوقتي أردت أن تصدقه وتؤمن بيه حقك ده لو أنت عاوز تشغل عقلك مش عاوز حقك فلا تصدق أنت حر الكرة في ملعبك اللي أنا قلت ده أستغفر الله لي ولكم لو أنا كنت غلطان ولكن أنا واثق أنه هو حقيقي مش مصدق دور وراي فيه فرصة في الفاصل أعد دور على جوجل على ما أنا بقوله فاصل ونكمل الكلام أنا مش عارف ألبس بولو تاني ولا مالبسش يعني ش هتعقدني للموضوع خلونا نروح لحاجة حلوة بقى جداً قوي خالص سيناء آمنة بالتمام وبالكمال سيناء زي الفل العريش زي الفلين أمر 14 فتشهد العريش أكبر مائدة إفطار شعبي فين؟ في الشارع صورة دقنا اللذيز طرابيزاتنا الجميلة أهلينا اللي زي الفل وقاعدين بنفطر في الشارع بالتمام وبالكمال وبمنتهى الأمان وحاجة عظمة على عظمة على عظمة وإحنا بنشوف مشهد زي ده لازم كلنا نترحم على إخواتنا ولادنا أهلينا اللي دفعوا حياتهم وأروحهم علشان الصورة دي معقول كل الأسماء العظيمة دي راحت علشان الصورة دي أقولك آه عشان خاطر الناس تفضل قاعدة آمنة مطمئنة مبتسمة ده اللي عملوه الجنود المصريين الجيش والشرطة المصرية ده اللي دفع تمنوا أهلينا من روحهم دمهم طبعا ده غير الناس اللي تصابت كل ده تخيل فدى صورة على رأي عبدالحليم حافظ زمان وكان صلاح الجيين صورة الصورة دي انعكست تعكس حجم التضحية اللي تبذلت عشان خاطر الناس تعيش بأمان في العريش كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم وقروا الفتحة علشان أرواح شهدقنا اللي راحوا علشان الصورة دي هستأذنكم هنروح لفصل صح كده ونرجع بعد الفصل عايز أحكي لكم على مشروع سينما الشعب ده أجمل مشروع سمعت عنه يمكن من 10-15 سنة استنون كل ما هو مذيلاً بكلمة الشعب بالنسبة لي بيبقى مزيكة بصوا البتاع دي أنا مش المهم بيبقى بالنسبة لي مزيكة جداً تقولي مثلاً مصرح الشعب مزيكة سينما الشعب مزيكة كتاب الشعب مزيكة ليه؟ لأنه ده إنعكس يعكس الأهمية القصوى لأنه الدولة تبقى مهتمة جداً بوصول منتج ثقافي لكل الناس بسعر معقول حنين حبتين وزيرة الثقافة المصرية دكتور إيناس عبدالدايم تعلن إطلاق مشروع سينما الشعب في محافظات مصر وزام كنت بقول لكم ده واحد من أروع المشروعات اللي أنا سمعت عنها خلال عشرة خمستاشر سنة فاته معانا على التليفون صديق عزيز المخرج المحترم دكتور هشام عطوى رئيس هيئة قصور الثقافة زكا دكتور زكا دكتور زكا دكتور زكا دكتور عمي بيه؟ عمي بيه؟ أنا وحضرتك طيب والسادة المشاهدين بخير ولمضان كريم علينا جميعاً وعلى مضي يا ربي خليك رب علينا جميعاً كلمني شوي عن سينما الشعب اللي هو كل اللي قدر أقول عليه يعني برافو 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 الحقيقة فنم يعني زي ما حضرتك قلت السينما أنت تعلم مدى أهمياتها كأحد القوى النعمة والقوى المضيئة في نشر الوعي الثقافي والفني في ربوع مصر وزي ما فيه مفرح والمفرح منتشر في كل المحافظات الحقيقة معالي الوزيرة وجهت أن تعود مرة أخرى السينما إلى المحافظات يعني إحنا عندنا من خلال الهيئة العامة لأسور الثقافة هي اللي بتكون بتنفيذ هذا المشروع لأن المواقع اللي موجودة في محافظات مصر المختلفة موجودة من خلال أسور الثقافة فالحقيقة كمرحلة أولى إحنا بالفعل بدأنا نشتغل على عدة مواقع وهي المواقع المجهزة بالافتتاح حالياً وهي خمس مواقع موجودين هي في الأنفوشي في الإسكادرية والسادات وشبين الكوم في الملوفية وقنة ولأنه إحنا زي ما بنشتغل في سينما إحنا كمان يعني رعينا أنه إحنا نحظم أيضاً على كافة الأنشطة الثقافية والفنية بحيث أنه إحنا نبقى قادرين نقدم المصلح وكمان نقدم السينما ففي المرحلة الأولى بالفعل تم تجهيز مجموعة قاعات العرض اللي زي ما بقول لحضرتك عليهم الخمس قاعات دول والمرحلة اللي بعد كده على طولها تبقى بعد العيد هي يبقى في السوق وفي قفر الشيخ وفي سيوة وفي هبس في الوادي الجديد والحقيقة المشروع زي ما حالك قلت يعني معاهي الوزيرة بالتنصيق مع الهيئة العامة وصول الثقافة أن السينما تكون للشعب تكون تتقدم بأسعار بسيطة وأسعار في متناول الجميع وأسعار للشعب تكون الكل يقدر يدخل السينما الكل يقدر يتفرج على نفس الأفلام اللي تتقدم في القاهرة وده أحد أوجه تقديم العدالة الثقافية حلو في الفيلم ما بيتعرض في القاهرة في المولات الكبيرة وأيضا بتعرض في محافظات مصر المختلفة تحقيقها لمبدأ العدالة الثقافية يعني مش هنقدم أفلام أديمة ولا حاجة لا يا فندم احنا هنقدم الأفلام اللي بتعرض في السوق أيوة لأنه انت عارف على طول العالم بتاعت الإخوان قامت قوما كده هو أول ما سعموا الخبر قالك يا جماعة ده هيشغلوها سينما شعبي من بتاعة زمان العرض مستمر ويجيب لك أفلام من السبعينات والثمانينات وهو ده اللي موجود لكن احنا كده هنقدم أفلام اللي موجودة في السوق في مواسمها هتقدم سينما النهاردة بأسعار الزمان زي شعور المشروع ده اللي سلوجن فعلا حلو قوي أسعار زمان دي يعني تتراوح سعر أو يتراوح سعر التذكرة من كم لكان احنا عندنا هيبقى السعر يعني 30 و40 جنيه لأن احنا عندنا قاعات ممكن يبقى فيها لوج أو فيها بلكون يعني ممكن يبقى فيها مكان مميز لكن هي السعر لن يتجاوز لل40 جنيه بعد قصم الضرائب وكل التفاصيل اللي هي علاقة بالضرائب الملاهي أو الاستطاعات الأخرى اللي تبقى في التذكرة حلو جدا جدا طيب قلتلي أنه احنا كده هنبقى بنعرض سينما وبنقدم عروض مسرحية وكمان إن شاء الله الأمر سوف يستمر لأن احنا هنوسع هذه الشبكة في عموم الجمهورية أكتر وأكتر احنا الحدد دلوقتي يجي المرحلة الأولى احنا المرحلة الأولى يا فندم خمس سقعات عرض وبعدها على طول بشهر يبقى فيه خمس سقعات عرض تانية وخلال عام هنكون استهدفنا إن شاء 40 دار عرض سينما دكتور هشام أنا مش عارف أقول لك إيه انت فرحتني فرحة غير طبيعية غير طبيعية أنا بشكرك جدا 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 على المكالمة وبشكركم على هذا المشروع وأرجوك اشكر لنا الدكتورة إيناس على اهتمامها الدائم بثقافة المصريين أشكرك جدا مخرج والدكتور هشام عطوى رئيس هيئة قصور الثقافة اللي جاي بقى اللي أنا طالبه من دكتور إيناس مكتبت الشعب ده اللي أنا مستني أنا مستني مكتبت الشعب احنا كده عندنا سينما الشعب وعندنا مسارح جوالة ومتنقلة فضلي كمان مكتابة الشعب وتبقى يا سلام سلم حاجة عظمة الثقافة المصرية بتتكلم كما جرت العادة هي الثقافة الرائدة في هذا المجتمع العربي العظيم خلوني أستأذنكم في أن الحلقة خلصت للأسف الشديد كنت أحب أن نحن نتكلم أكتر على المسألة بتاعت سينما الشعب دي أكتر حبتين وعلى المشروعات اللي بتقول بها وزارة الثقافة لأننا من الناس اللي بتهتم أكيد بالنشاط الثقافي المصري بحكم الميلاد يعني أمي ساعدتنا في الموضوع ده حطتنا كده في بوتقة ثقافية طول الوقت خلصت الحلقة لحد كده يا سادة ولو كلنا العمر بإذن الله أقابلكم يوم السبت الجاي زميلاتي دينا عبد الكريم وشافكي المنير يكونوا موجودين معاكو أربع خميس جمعة إلى أن يحين اللقاء سلامات